السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من موسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائه قالوا آذنك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر أمسته ليقولنها ذالي وما أظن الساعة قائمة ولئذ رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانبه وإذا مسه الشر فذو ضعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عيد الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في متية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قولك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطن من فرقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنظر أم القرى ومن حولها وتنظر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلكم لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحقمه إلى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصوا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصحينا به إبراهيم إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشتكين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باطيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا استقنك ما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزر الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجد بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضبوا ولهم عذاب عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهم في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلم ولولا كلمة الفصل قديا بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي بشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموادة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افطر على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السجئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته ويعشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من بابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إي يشاء يسكن الريح فيضللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أمن يقولون أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يزاهدون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفلون والذين استجابوا لربهم وأقواموا الصلاة وأمنهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي بغيهم يأتصرون وجزاء سجئة سجئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجله على الله إنه لا يحب غالمين ولمن انتصر ولمن انصبر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف الخوف وقال الذين كفروا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم إلى يوم القيامة وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يوكل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله ما لكم من مرجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما صلناك عليهم حفظة إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرحة بها وإن تصبهم سيئة لما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يسوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء وعطيما إنه عليم وقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا إن أن كنتم قاما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا شذ منهم بغشا ومضوا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأضل يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأوض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أهو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخبصون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قالوا مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم نقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفو بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قدين وإنهم ليصدوهم عن السبيل يحسبون أنهم مؤتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بوع من المشتقين ولي أنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنهم في العذاب في العذاب مشتركون أفأنت تسمع السم أفأنت تسمع السم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين فإما تذهبن فإما تذهبن بك فإنا منهم متقمون أنرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه الذي كل لقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعان وملئه فقال إني وصول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحل اضع لنا ربك بمعهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقصون ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لهم ملك مصر هذه الأنهر تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاذ يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغلقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أإلهنا خير أمه ما ضربوه لك إلا رجلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغطة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعدهم لبعد عدو إلا المتقون يا عبادي لا خاف عليهم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجهم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من الذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس غلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك ولئنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم نحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكبرون يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأوضي رب العرش عما يصف فذرهم يخلدوا ويلعبوا حتى إلى قيامهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله في الأرض إله مع الله وهو الذي في السماء إله في الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأوضي وما بينهما وعده علم الصعد وإليه ترجعون ولا يملك الذين يضعون من دونه شفاة إلا من شهد بالحق وهم لا يعلمون وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفقون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عيدنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأوضو وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويمين ربك إن رب أباكم الأولين بل هم في شكيه لعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم مسؤول مبين ثم تولى عنه وقالوا وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطشوا البطشة الكبرى إنا مؤتطمون ويقفتنا قامهم قام فرعا وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عطي ربي ربكم ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزرون فدعا ربه أن هذا لهؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واتركوا واتركوا البحر رهوى إنهم جود مغرقون كم طرقوا من جنات وعيون وكنوز وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهم من العذاب المهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صدقين أهم خير أو قاموا تبعوا تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولانا عم مولانا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء اللحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم يضق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صندص وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الحميم فالذن من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناهم بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دعبة آيات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصفه مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوة أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأدجم عم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليتزقاما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا فما اختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاهم العلم بعضا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعد والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقام يوقنون أم حسب الذين اجدرحوا السيئات أن نجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأضب الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يطلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه واجعل على بصر واجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من من بعده أفلا من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نمت ونحيا وما نهلكها وما نهلكها إلا الذهب وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا اتوب آبائنا إن قوتم صدقين قل الله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة العرب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوميذي يخسر المغطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها الياب تجزون بما كنتم تعملون هذا كتاب ينطق كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وقمتم قاما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله وعد الله حقه والصاعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم السجئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاع يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اشتركوا في القناة